تفاصيل هذه العنوين نستعرض صوية عنوين من الصحافة التركية البداية من صحيفة ييني بيرلك التي تناولت خبرا عن المساعدات التي قدمتها أفغانستان لضحايا الزلزلين في جنوب تركيا الصحيفة إشارت إلى أن مجموعة من النساء الأفغانيات من أصول تركمانية وأسبكية قمنا بإرسال بعض من مجوهراتهن لمنكوبي الزلزلين وقال سميح تورغوت القنصل العام التركي في مدينة مزار الشريف ممتنونة لمساعدة الشعب الأفغاني لضحايا الزلزلين وما قامت به النساء الأفغانيات مثال على الإحسان في التعاطي مع هذه الكارثة ومن صحيفة بوسط نقرأ خبرا عن التدابير التي اتخذت للحفاظ على القطع الأثرية التاريخية في متحف هطايل الأثار التي تضررت جراء الزلزلين في جنوب تركيا وقالت الصحيفة إنه تم إرسال القطع الأثرية التي تضمنت توابيته سيفساء وبعض المنحوتات لعدد من المتاحف في المدن المجاورة وتخذت إجراءة مشددة لحمايات الأثار التي تعذر نقلها يعتبر متحف هطايل الأثار من أهم المتاحف الأثرية على مستوى العالم أيضا لدينا من قصص زلزلي قهرمان مرعش تنشر صحيفة تقذيم واحدة منها والتي دارت فصولها حول إنقاذ حيوان أليف في ولاية هاتاي بعد 23 يوما على الزلزال وقالت الصحيفة أن فرق الإنقاذ سمعت نباح كلب من تحت الأنقاض بعد إيقافها للحفارات للمنادات على ناجين كما جرت العادة ومن فورها قامت بإنقاذه لتتصدر هذه القصة للكلب واسمه أليكس عنوين الصحف في كثير من دول العالم الختام من صحيفة جونيش والتي تناولت إجراءات تطبيق تيك توك الجديد للحد من استخدام المراهقين له بشكل مفرط الصحيفة أشارت إلى أن إدارة التطبيق تيك توك أعلنت أن المستخدمين الذين تقلوا أعمارهم عن 18 عاما سيحد استخدامهم له بوقت زمني لا يزيد على ساعة واحدة ويأتي هذا القرار في محاولة لتقليل الانتقادات التي تطال التطبيق حول إضاعته لوقت المراهقين والتأثير عليهم بشكل سلبي